سعدت يوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لنبدأ بكأس آسيا للشباب التي انتهت مؤخرا في الإمارات وشهدت خروج مبكر للمنتخب الإماراتي بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة كنا حريصين أن نستضيف هذه البطولة عندنا في دولة الإمارات حتى على الأقل من مبدأ الاستضافة أن ندعم منتخبنا في أن تكون له فرصة التأهل إلى كأس العالم عموما كرة القدم لا لها معايير ومقاييس ثابتة الفريق جيد قدم مباريات جيدة لا خسر ولا لقاء لكن لا فاز في أي مباراة خرجت غيرنا الصين واليابان ليس بالضرورة أنك تكون أفضل الفرق حتى تفوز بالبطولة أو حتى تتأهل لكن أهدافنا أحنا أبعد من فقط أن ننفوز ببطولة أو نتأهل لكأس العالم ما زلنا مستمرين في متابعة هذا الفريق وتحضيره لأن يكون إن شاء الله هو منتخبنا الأولمبي القادم بس ما تعتبر هذه مشكلة خصوصا أن هذه الفئة هي التي قدمت أول ألقاب الإمارات الأسيوية؟ هو من الظلم مقارنة مجموعة لاعبين بمجموعة لاعبين آخرين الظروف تختلف يمكن الإمكانيات حتى من ناحية بعض العناصر في الفريق السابق فيهم نوع من التميز مثلا عندنا في منتخبنا السابق كموضوع التهديف في المنتخب السابق أفضل من المنتخب الحالي لكن هذا المنتخب كذلك تميز على المنتخب السابق بقوة وصلابة دفاع فهذا مؤشر جيد بحذ ذاته بأن هذه المجموعة بالإضافة إلى المجموعة السابقة بكون منتخب أول لمستقبل كرة القدم في الإمارات سيكون شيء جيد كاس الخليج ما هو المأمول والمتوقع؟ وإذا لا سمح الله مهدي علي فشيلة هل سيحاسب كما حوسب مدربين سبقه؟ أنا شخصيا ما أحب أن يكون تقييمي للمدرب من خلال النتائج في المباريات التقييم للمدرب من خلال المتابعة من خلال اهتمامه إمكانياته الفنية قربه من اللاعبين هذه كلها عناصر تحسب لصالح المدرب مهدي حقيقة يتميز في هذه الجوانب علاقاته باللاعبين بشكل متميز تحضيره الفني وبرامجه اللي يعد فيها المنتخبات إحنا عدنا قناعة بهذه البرامج وإمكانياته كمدرب لإعداد برامج تأهيلية جيدة عموما كاتحاد لكرة القدم وكمسؤول في اتحاد كرة القدم ما أعتقد بأن منتخبنا مؤهل ومهيئ في الوقت الحاضر للفوز بمطولة دولة الخليج ونحن لا نضع أي نوع من الضغوط لا على اللاعبين ولا على الجهاز الفني بأننا نطالبهم بالفوز نطالبهم بأن نقدموا مباريات جيدة مستوى يليق بما قدموه كلاعبين في الأولمبياد في لندن من الأوفر حظا من الدول المشاركة بلقب كاس الخليج؟ أنا أعتقد أن من أميز الفرق حاليا في الخليج هم المنتخب العماني والمنتخب السعودي ما أبغى استبعد المنتخب البحريني كونه هو يستضيف البطولة ولكن الظروف اللي يمر فيها المنتخب البحريني يمكن ما تخدمه في الأشهر الماضية الحقيقة معنا كذلك منتخب مثل المنتخب القطري وهو يشارك في تصفيات كأس العالم ويقدم مستوى جيد الآن كل بطولة ولها ظروفة الخاصة دورة الخليج لها ظروفة التي كنا فعلا نعرف بأنها خاصة وتتميز حتى عن تصفيات كأس العالم ولكن أنا أعتقد البطولة لن تخرج عن الأربعة ولو أني في نفس الوقت حتى لا أرشح الكل دائما يفاجئنا المنتخب الكويتي بعدم أننا لا نرشح ولا حتى نعطيه اهتمام ويهو في النهاية ويفوز بالبطولة متى ممكن أن نقول أن مهدي علي وصل للنهاية؟ هو في البداية حاليا حرام أن نقول وصل للنهاية لا هو في بداية عطاء هو أعطى على مستوى منتخب الشباب وبنتائج جيدة أعطى على مستوى منتخب الأولمبي وكذلك بنتائج الحمد لله جيدة اليوم بدايته أن يعطي بالنسبة للمنتخب الأول أنا كان لي حديث مع مهدي يمكن قبل خمسة أو ست سنوات وهذه الأيام أنا كنت برع أتحاد الكرة قلت لي يا مهدي لا تستعجل الفرصة بأن كنت تدرب المنتخب الأول في الأيام هذه أصبر الفرصة بتيك يعني أنا أتمنى أن مهدي يتذكر هذا الحديث وأن الفرصة فعلا يته وما بأنه هو يعني أن إحنا مهدي ما قدمنا كمدرب للمنتخب لكون مواطن لا هو فرض نفسه بأن يأخذ هذه المسئولية من النتائج التي قدمها على مستوى المنتخبات التي دربها فبالتالي هو في بداية مشواره ونتمنى إن شاء الله أن يعطي لسنوات قادمة ونتكون نتائج إيجابية ترضي لكل إن شاء الله بس شن هي الخطة الموجودة لديكم في الاتحاد لتطوير مدربين مواطنين نحن أولا نعتمد في كل منتخباتنا على المدرب المواطن من الخطط التي وضعناها والتي الآن نحن مقبلين إن شاء الله على تنفيذها فصلنا اللجنة الفنية إلى قسمين قسم يعني بالمنتخبات وقسم آخر يعني بالجوانب الفنية والتي هي من ضمنها تطوير المدرب طبعا المدرب وليس هنا فقط المدرب المواطن للمنتخبات ولكن المدرب بشكل عام والمدربين المواطنين القائمين على تدريب المنتخبات السنية الأخرى إن شاء الله سيكون خبير فني متواجد في هذه اللجنة ويتم وضع برامج تأهيلية لكل المدربين وهذا إن شاء الله من ضمن خططنا القادمة لتطوير الأجهزة الفنية لكن هناك الكثير من المدربين المساعدين في الأندية كثير لهم سنوات طويلة لا حصلوا فرصة استلام حتى الفريق الأول في الأندية وإذا حصل استلام مدرب مواطن لا يتم الصبر عليه في الأندية مثل ما يسبرون على الأجنبي مثلا نعم الكلام الذي تقولينه حقيقة بس لو ينقارن الفكرة هذه اليوم بعشر سنوات سابقة اليوم صارت الثقة أكثر في المدرب المواطن وهذه الثقة الحمد لله تبلورت بسبب إمكانيات المدربين المواطنين وفرض أنفسهم على الواقع في السابق كان المدرب المواطن يلجأ إليه فقط كمدرب بديل لمرحلة انتقالية اليوم بعض المدربين يحصلون الفرصة لتدريب نادي معين كمدرب مطلوب بس هنا أنا أبغي المدربين المواطنين لا يستعجلون الفرص لا تأتي من خلال رغبة الإدارة بأن تدعم المدرب يجب أن تأتي من خلال طلب الإدارة بعون أو بالاستعانة بهذا المدرب طيب الجماهير دائما نسمع صوتهم في الانتقاد لكن لا نرى في المدرجات لربما الفرق التي تلعب ضد المنتخب الإماراتي يكون الجمهورة أكثر متواجدة في المدرجات أولا هذه قضية عامة تعاني منها كرة القدم على مستوى العالم ككل وتناقش هذه القضية في الاتحاد الدولي في الاتحاد الآسيوي في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي يحاول يطور من قوانين اللعبة حتى يعطي مثلا حافز أكثر للجماهير نحن في دول الخليج طبعا بسبب تعدادنا السكاني بسبب كذلك الملهيات الأخرى الموجودة في مجتمعنا الجو نفسه يعني غير مساعد يا أما حر حر يا أما برد برد يعني وكل هذه الظروف ما تساعد أن الفرد يكون متحفز للحضور للملعب عند ملهيات أخرى عند رياضات أخرى كذلك يعني زخم عندنا في دولة الإمارات بالذات نحن في دولة الإمارات عندنا يعني مختلف أنواع الرياضات كم بنوزعهم العدد الجماهير نحن ساعات نرى جمهور الأندية يحضر لمساندة ناديه وتشجيعه أكثر من الجمهور الذي يحضر لمساندة المنتخب صحيح هذا الكلام صحيح وهذا شيء طبيعي وعادي نأخذ على سبيل المثال الذي الآن يحضرني مثلا في مصر جمهور الأهلي أكثر من جمهور المنتخب هذا شيء طبيعي للارتباط المباشر بين الفرد وبين النادي النادي هو المكان الذي يروح له الإنسان بشكل دائم المباريات مستمرة التنافس بين النادي هذا والنادي الآخر والتنافس بين جمهور هذا النادي والجمهور الآخر يجعل الجمهور دائما متحفز سعادة يوسف السركة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم شكرا على تواجدك معنا في سكاينيوز عربية